بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلب التعليم الفني الصناعي الشعبة المعمرية تخصص جدرات بناء الصف الأول إن شاء الله إحنا اليوم بنستكمل ما بدأنا شرحه في الحلقات السابقة بالنسبة لوحدة أعمال البناء بالطوب على الطريقة الإنجليزية وهنذكر مع بعض كده إن شباب الطريقة الإنجليزية كوحدة بيتبعها ثلاث مخرجات المخرج الأول طبعا مجموعة الحوائط المستقيمة المخرج الثاني مجموعة الحوائط المتقبلة على شكل زاوية قائمة 90 درجة المخرج الثالث مجموعة الحوائط المتقاطعة على شكل حرف زاية طبعا يا شباب إحنا طبعا دايما بنحاول دايما إحنا نذكر بعضنا بإن الهدف من الجدرات الجمع ما بين المعارف والمهارات بحيث إن أنت لما تيجي تقدي بيبقى المعلومة متكاملة عندك يعني أنت حاول دايما أن أنت بتفهم شغل المعارف من خلال أن أنت هتتفهم التمرين وخماته المطلوبة وكذلك المؤيسة اللي إحنا بصددها طبعا الكلام ده تقوله إن شاء الله بنشرحه أثناء الدرس بنوضح لك إيه هي الخمات المطلوبة ولازم أن ننوه ونفكر بعد كده إن في عندنا حاجة اسمها معايير الأداء المعايير ديت الهدف منها اللي أنت هتتعلمها وتعرف خطواتها وفي نفس الوقت هي اللي أنت هتتقيم عليها يبقى إحنا اليوم إن شاء الله بنبتدي من خلال ما شرحناه بنقبل في الحوائط المستقيمة وقفنا عند الحائط المستقيم سمك قالب وده موضوع درس اليوم إن شاء الله هنتكلم عن الحائط المستقيم سمك قالب هذا الحائط بيكون إحنا بنعرف الحائط طبعا بالسمك أيا كان طوله أو أيا كان ارتفاعه أنا يهمني السمك لأن السمك ده من خلاله بقدر أحدد نوعية الربط اللي هو طبقا للطريقة اللي إحنا بندرسها تمام؟ طبعا إحنا إن شاء الله كل الكلام دوت بنبتدي إن إحنا مع بعض كده نبص على التمرين هنقول ثانيا التمرين رقم اتنين طيب ده موصفات التمرين اللي قدامنا كده ده موصفات التمرين تنفيذ حائط مستقيم بطول خمس قوالب طبعا هنا بيعرف لي الحائط بطول الأوالب وفي نفس الوقت قدامه كده بيعرفوا لي بالصنط لأن إحنا هنحتاج موضوع الصنط ده في إن إحنا هنستخدم عملية العلام على أرضية موقع العمل تمام؟ طيب وسمك قالب برضو نفس الحكاية عرفهولي بالصنط يعني خمسة وعشرين صنط تمام؟ وبارتفاع ست مدميك عرفهولي برضو بالصنط يعني اتنين واربعين صنط لأن إحنا قبل كده عرفنا سمك المدماج في التعريف بتاعنا قلنا إنه هو إيه؟ المدماج هو صف أفك من الطوب يكون مقداره مساوية لسمك القالب ومضافا إليه سمك طبقة المونة التي أسفل لو قلنا سمك القالب ستة صنط يعني لو جبنا قالب زي كده تمام؟ من خلال هذا القالب قلنا إن السمك بتاعه ستة صنط تمام؟ حطيته كده طبعا تحت منه هيكون فيه لحام صنط واحد صنط يبقى أنا عندي الارتفاع واحد صنط زائد ستة صنط بارتفاع المدماج الواحد أو الصف الواحد هيكون سبعة صنط صنط لحام رقد زائد ستة صنط سمك القالب اللي هو نفس التعريف هنرجع نعرفه تاني هنقول المدماج هو صف أفك من الطوب يكون مقداره مساوية لسمك القالب مضافا إليه سمك طبقة المونة التي أسفله يبقى احنا عندنا كده سمك القالب ستة صنط سمك طبقة المونة التي أسفله واحد صنط يبقى عندنا كده سمك المدماج كله على بعضه سبعة صنط لما نيجي نرجع كده للتعريف بتاع المواصفات الست مدميك هو بيقول لتنين واربعين صنط طيب لو قسمنا الاثنين واربعين صنط على السبعة صنط اللي هو سمك المدماج حيديني ست مدميك يبقى احنا كده التحقق بتاعنا من المقاس بتاع الارتفاع المدميك كده مضبوط طيب بيقول لي مطابقا للرسم الموضح قدي الرسم الموضح بالنسبة لي أنا عندي كده الرسم الموضح بيوضح لي في الأول هنا منظور شكل المدمكين فوق بعض أنا عندي المدمك الأول اللي هو بالنسبة لي هيكون قديات تمام ده المدمك الأول اللي هو الساهمة كده بيشاور لك عليه بادئ بقادي الترويسة تمام بعد منها كنيزر ومنتهي بأدية ترويسة وقبل منها برضو كنيزر نفس الحكاية وفي الوسط هيكمل أديات تمام ده طبقا للطريقة الإنجليزية اللي احنا عرفناها قبل كده هي رص قوالب الطوب بحيث يكون مدماج أديات والمدماج التاني لوشنويات أو العكس مع مرعاة واضع كنيزر بعد كل أدية ترويسة يبقى أنا كل أدية ترويسة اللي هي أدية النصية لازم أعمل حسابي إن أنا حاطت كنيزر بعد أدية ترويسة طيب المدماج التاني هو رصصولي كده شنويات بيقولي بطول الطول عندي خمس قوالب في التعريف بتاع المواصفات قلنا الطوب الطول بتاعي اللي هو الخمس قوالب هنترجمه للسانتي هيكون مية تسعة وعشرين سانتي ليه بقى لأن أنا عندي طول القالب اللي هو قدامي كده طول القالب بالنسبة لي هيكون طوله خمسة وعشرين سانتي خمسة وعشرين فخمسة بكام بمية خمسة وعشرين زائل عدد اللحمات في عندي أربع لحمات لأن إحنا دايما قلنا عدد اللحمات أقل من عدد القوالب بواحد يبقى أنا لو عندي الطول التمرين خمس قوالب يبقى أنا طالما المنطق اللي إحنا ماشينا عليه دايما بنقول عدد اللحمات أقل من عدد القوالب بواحد يبقى الخمس قوالب هيتبعهم أو هيتخللهم أربع لحمات رأسية اللي هي لحام العرموس اللحام بصنطي يبقى باربعة سنطي زائد مية خمسة وعشرين يبقى مية تسعة وعشرين طيب لو بدأنا الرص كده الرص زي ما هو راسس كده انا كده عندي بالنسبة لي ادي كده اديا انا باصس كده شايف الاديا كده يعقوبها كنيزر ادي كنيزر من على الوجهة تمام كده وهنكمل سمك الكنيزر اللي هو الربع القالب كده بالنسبة لي ادي اديا ادي كنيزر تمام كده طيب لو احنا هنرص في عندي اديا وكنيزر في الاول واديا وكنيزر في الاخر بيمثلولي تلات اديات لان الكنيزر ده يعتبر بمثابة ربع قالب ولما برمزه للاديا بيكون بمثابة نصف اديا يعني كل اتنين كنيزر باديا يبقى انا كده عندي تلات اديات بخصمهم من طول التمرين طيب طول التمرين مفروض ان يكون كم اديا كله عشر اديات طالما خمس قوالب القالب بيسوي اتنين اديا يبقى عشر اديات العشر اديات هطرح منهم اديا وكنيزر و اديا وكنيزر يبقى ثلاث اديات يبقى انا عندي كام اديا في الوسط سبعة انا هطرح ثلاثة من العشر كده هنبدأ السبع ايه السبع اديات بالنسبانا تمام كده خدنا كده الاديا الاولى من السبعة ابتدينا لرص الاديا التانية من السبعة نفس الحكاية السبعة اللي في الوسط طبعا براعي ان انا وانا بابني بسيب لحام عرموس اللي هو اللحام الرأسي مقداره واحد سانتي بين كل قالب وقالب يعني واحد سانتي دي زي تخانة عقلة الصبع بالزبط تقريبيا تمام كده طيب احنا حطينا احنا قلنا في الوسط عايزين سبع اديات كده الاديا التالتة تمام كده كده الاديا الرابعة احنا بالنسبة ان احنا ماشيين اهو هنروس السبع اديات كلهم كده الاديا الخمسة الاديا السادسة وبنسيب برضو واحد ما يمثل واحد سانتي اللي هو الحام العرموس كده الاديا السبع نعدوهم مع بعض كده واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى سبعة هنبتد نحط الكنيزر تمام من على الوجهة يظهر لي ربع قالب كده وكده اختم بالنسبة لي بالايه بالادية الترويسة الاخيرة كده احنا بالنسبة لنا اصبح ان الشكل المدمك الاول مديني الطول بالزبط حوالي اللي هما العشر اديات تماما اللي هما ما يعادل خمس قوالب او خمس شنويات تمام كده نبص كده مع بعض على الشاشة نبص نلاقي نفس اللي احنا رصناه هنلاقي ادي الترويسة بعد منها الكنيزر بعد منها عدد الاديات نعدهم مع بعض كده بالسهم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبع اديات في الوسط زي ما احنا اشتغلنا في رص القوالب بالزبط وبعد كده باختم بكنيزر يعقوبه على طول آآ ادية الترويسة تمام طيب بقى كده ده بالنسبة للمدماج الاول اللي هو ظاهر في المنزور هنا لو هننزل للمدماج التاني هنلاقي المدماج التاني مرصوص شنويات كم شنوي خمس شنويات تمام كده طيب هنبص مع بعض كده على الرص الاوالب وهنلاقي ان احنا عندنا رصنا احنا المدماج الاول هنبتدي ان احنا نشتغل على ايه على رص المدماج التاني رص المدماج التاني بنبتدي من عناصية هنحط شكل اللي هو ايه الشناوي الاول وهيكون بالشكل ده تمام زي ما انا حطيت الشناوي ده بالنسبة لي او قالب انا بسميه قالب شناوي للمصطلح الشناوي هو القالب الموضوع بطوله في اتجاه طول الحائط يعني انا حطيت القالب بطوله كده ظاهر بيديني مسمى شناوي زي ما حطيت الترويسة دي كده شناوي يبقى لازم في المدماج نفسه في الناصية التانية بابتدى حط ترويسة شناوي بابتدى نحط كده الترويسة تمام طيب كده احنا عملنا الترويسة الاولى والتانية تمام هم المفروض انه هم خمس اوالب يعني خمس شناويات انا حطيت منهم كام اتنين ترويسة في الاول وترويسة في الاخر يبقى في الوسط هبتدى رس تلت شناوات بالزبط عشان اقدر اكمل الطول بتاعي اللي هو خمس اوالب يبقى على الواجهة بعد اما بخلص طبعا احنا في الفيديو لما هنشغله هنوريك ازاي بتزبط الترويسة باستخدام الادة وميزان المياه كده انا حطيت الشناوي التالت او القلب التالت فاضل الاتنين تمام برس كده وبنظم نفسي بحيس ان انا يبقى عندي بس الشكل لازم يكون انا عندي في وسط الادية بالزبط اللي حامل اللي هو العرموس هيكون في وسط الادية بالزبط وابتدي ازبط نفسي بحيس ان انا يبقى عندي مسافة مسافات متساوية زي اللحمات بالزبط تمام وبابتدي احط الالب الاخير تمام وبابتدي انظم نفسي بحيس يظهر عندي الشكل من على الواجهة زي ما احنا شايفين كده تمام يبقى عندي الشكل زي ده كده عندي الطول خمس اوالب بالزبط تمام يبقى احاول بقدر الامكان ان انا عندي انهي اللي على الواجهة نهيت اللي على الواجهة برس اللي على الايه الخلفية بتاعتي نفس الطول ابتدي اروس الخمس اوالب بالزبط زي ما احنا اشتغلنا وبابتدي اكمل بقية راس الطول بتاعي بالشكل ده تمام كده اضبط الرصة بتاعتي كده عندي كده عندي بالنسبة لي ده المدمك الاول وده المدمك الثاني المدمك الاول قلنا اديات المدمك الثاني له شنويات تمام طيب نبص كده مع بعض على التمرين خلصنا الرسم بتاعي بابتدي ان انا ابدأ في تهيئة مكان العمل وتجهيز العدد والخمات اللازمة لتنفيذ التمرين طبعا انا لازم يا شباب دايما اهيئ حاجة اسمها مكان العمل يعني اجهزه لو انا ارتبه ويبقى جاهز للشغل انظفه الارضية تنضف كويس جدا تمام طيب بحضر ايه بقى بحضر الخمات وبحضر العدد اللازمة العدد بتاعتك لازمة بتكون عارفها من خلال المعارف قبل بداية التمرين بتتعرف على العدد بتاعتك كذلك نفس الحكاية الخمات وبتعرف على كمية الخمات كلام ده كله احنا بندرسه في المعارف قبل تنفيذ المهارات طيب بعد كده بقول وضع القدة في موقع العمل مع التثبيت ووضع خط مستقيم او خيط ضبط الشد اللي هو بحنا بنقول بعد تهيئة مكان العمل بابتدى حط قدة ليه عشان احدد مكان العمل احنا هنشوفه من خلال الرسم ونشوفه من خلال الفيديو ان شاء الله بعد ما بحط القدة ببتدي اعمل علام العلام ده يستحسن ان انا استخدم فيه المتر بحيث ان انا اقدر احدد المقاييس بتاعتي مزبوطة جدا وشد خط يكون مجدود مستقيم كويس جدا ومرن طيب بعد كده احنا بنشوف كده البدء في عمل المدمك الاول وعمل العلام لقياس طول التمرين بالمتر جيدا ثم تركيب الترويسة من الجهتين طبعا احنا عندنا شكل المدمك الاول اهو وانا حاطت عليه الادة والميزان بحيث ان انا ازبط الافق بتاعي كويس طيب بعد كده يتم بناء المدمك الثاني بعمل الترويسة من الجهتين والضبط بالقدة والميزان المياه ثم نضع الخط البناوي بين الترويستين بحيث ان انا اقدر ان انا ازبط الرأسيات بتاعتي طبعا انا زي ما احنا شايفين انا ممكن ابتدي المدمك الاول شنويات والمدمك الثاني له اديات او العكس تمام اخر حاجة بالنسبة لي كخطوات بيتم بناء المدمك الاخرى مع الضبط رأسيا بميزان الخيط يعني انا لو زبطت شوف انت كده عندك الست مدمك ظهرين كده في الرسم عندك ولو انا نهيت المدمك دي ابتداء من المدمك الثالث لابد ان انا راعي استخدام ميزان الخيط لغاية اخر مدمك بحيث ان انا ازبط الرأسيات بتاعتي لان دي وظيفة ميزان الخيط هو هنا جايب لك المقيس اللي احنا قلناها في مواصفات التمرين في الاول السمكة عندي خمسة وعشرين سانتي الطول مية تسعة وعشرين سانتي الارتفاع ست مدمك يعني اتنين واربعين سانتي كده عندي المقاسات بتاعتي اخر ما بخلص برضو بتأكد منها اشان لو انا فيه عندي خلل او اي حاجة في الضبط طبعا اي خلل في المقاسات هيكون سببه خلل في عملية الضبط سواء الضبط الاوفقي او الضبط الرأسي تمام كده شباب طيب بعد كده بالنسبان احنا كده يعتبر التمرين بقى واضح بنتكلم على التمرين التالت اللي هو تنفيذ حقق مستقيم بطول خمس قوالب مية تسعة ورشين سانتي وسمك قالب ونصف تمانية وثلاثين سانتي تمام وبارتفاع ست مدميك اتنين واربعين سانتي مطابقا للرسم الموضح طبعا احنا بالنسبان منتكلم دلوقتي عن الحائط المستقيم سمك قالب ونصف الحائط ده من الحوائط يا شباب اللي هو بيتميز بان العرض بتاعه مقاسه في العرض فوق القالب يعني انا بضم القالب وبضم عليه نصف قالب تمام احنا لما بنعرفه بالاوالب بنقول حائط مستقيم سمك قالب ونصف تمام طيب لما نيجي نترجمه ليه الصانتي بنقول تمانية وثلاثين سانتي ايه السبب ان احنا بنطلق عليه تمانية وثلاثين سانتي لان احنا عندنا الطول بتاع القالب يعني طول القالب بالنسبة لي ادي القالب بالنسبة لي كده طوله خمسة وعشرين سانتي تمام كده طيب لو احنا اللي هو قالب اللي هو خمسة وعشرين سانتي ضيفنا عليه قالب كمان بالشكل ده تمام قالب كمان بالشكل ده هيبقى انا عندي السمك بالنسبة لي 38 طيب نبص كده على المواصفات هنلاقي وبارتفاع 6 مدميك يعني 42 سنتي تمام كده 42 سنتي اللي احنا شرحناها في التمرين السابق اللي هو سمك قالب وقلنا ان الارتفاع بتاعي 42 سنتي ناتج على ان ارتفاع المدماك 7 سنتي فبضرب ال 6 مدميك في 7 سنتي بيديني 42 سنتي مطابقا للرسم الموضح طيب الرسم الموضح بالنسبة لي هنبص كده على الرسم الموضح وهنلاقي انه هو عبارة عن مدمك اول ومدمك ثاني المدمك الاول اللي هو الصف الاول بيكون من على الوجهة مكون من شنويات يعني عبارة عن اوالب سليمة الشنويات دي بطول 129 سنتي هنبص كده خمس اوالب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس اوالب هنرجع برضو نحسبها تاني مع بعض عشان الحزبة دي مهمة جدا ان انت تراجع التمرين من خلال عدد الاوالب ومن خلال المقاس بالسنتي هنقول خمس اوالب في خمسة وعشرين بمية خمسة وعشرين زائد كم لحام واضحين عندك اوه واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى اللحام بسنتي في اربع لحامات باربعة سنتي زائد مية خمسة وعشرين يبقى انا عندي فعلا مية تسة وعشرين سنتي ده التحقق ده بنسميه التحقق من مقاسات اللي هو مواصفات التمرين سواء الطول او العرض او الارتفاع طيب هنبص كده للعرض بتاعي زي ما احنا تحققنا وقلنا سمك قالب ونص يعني تمانية وتلاتين سنتي طيب هنترجمه كده نقول الطول للقالب خمسة وعشرين زائد الادية اللي هي عرض القالب اتناشر سنتي هيبقى سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين طب احنا التمانية وتلاتين دي جاتت ازاي لان انا في عندي سنتي لحام عرموس ما بين قالب الشناوي وما بين قالب الادية اللحام العرموس ده بيكون مقداره واحد سنتي زي ما قلنا كده مقدار اللحام العرموس واحد سنتي يبقى واحد سنتي زائد سبعة وتلاتين هيديني تمانية وتلاتين سنتي تمام ده بالنسبة للمدمك الاول خلاص نفس المقاسات بتاعت المدمك الاول هي نفس مقاسات المدمك التاني اللي احنا شايفينه ده قدامنا تمام مع اختلاف الربط المدمك الاول ليه طريقة في الربط والمدمك التاني بيبقى ليه طريقة تانية في الربط مخالف ليه يعني عشان بنسميه حاجة اسمها قطع اللحام ما ينفعش ان الحام يقع على الحام وده الكلام ده احنا تعلمناه في اساسيات البناء في سنة اولى من اول ما يبتدينا السنة من بدايتها وعرفنا الطريقة الانجلزية وقلنا ان لازم يكون في عندي تفادي وقوع اللحمات فوق بعضها طيب انا عندي الرسم بيوضح لي مدماج اول تمام وعندي بيوضح لي مدماج ثاني تمام كده طيب لو احنا حبينا ان احنا نرص المدماج الاول هنرصه كده مع بعض ونبص كده مع بعض ونبتدي على الوجهة هنرص كده ونقول ان انا عندي الطول بالنسبة لي خمس قوالب ادي القالب الاول والقالب التاني تمام وهتخلى لهم جنب منهم على طول اللحام اللي هو الحام العرموس واده القالب التالت واده القالب الرابع بالنسبة لي تمام يبقى احنا كده واضح بالنسبة لنا كده طول الاربع اوالب تمام ولازم اعمل حساب اللحام اللي هو العرموس اللحمات زي بعض كده بحط قد من على الوجهة بحيث ان انا ازبط الكلام ده احنا بنبني في المدمج الاول بالتتابع ده كده القالب الاخير بالنسبة لي اوضحهم كده هنا بحيث يبقى واضحين بالنسبة لك تمام كده الخمس اوالب تمام مفترض ان احنا بنعمل حساب ان انا بجيب اده من على الوجهة وابتدي احط الاده بتاعتي وابتدي اصبط استقامة الاولب مع بعض طيب كده السمك بالنسبة لي نصف قالب بس ده هو التمرين تعريفه ووصفاته ان هو سمك قلب ونص قلنا يبقى احنا عندي الاديا بضيف لها في السمك بضيف شناوي في ايه في السمك بالنسبة لي كده اصبح بالنسبة لي قلب ونص لما هنيجي نبص نقول ادية اه 12 سنتي تمام وفيه عندي اه الشناوي 25 سنتي يبقى اصبح بالنسبة لي كده انا عندي 37 زائد سنتي لحام اللي هو ازا احنا شرحناه دلوقتي في الرسم يبقى سنتي لحام زائد السبعة وتلاتين يبقى تمانية وتلاتين يبقى ده سمك قلب ونص او ما يعادله بالسنتي سمك تمانية وتلاتين سنتي اللي احنا عملناه هنا عامله النحية التانية برضو عشان احدد سمك الايه التمرين معايا كده احنا بالنسبة لنا محددين سمك التمرين طيب في الرص كل شناوي هيقابله في الخلفية بتاعته الشناويات هيقابله اتنين ادية هو فعلا الشناوي مقاسه ما يعادل اتنين ادية زائد الحام اللي هو ما بين الاديتين نبتدي الرص كده ونبتدي نحط قدام كل شناوي اتنين ادية كده بالزبط تمام اصبح ان انا بالنسبة لي كده انا برص زي ما انا برص يمين برص الجهة الاخرى تمام طبعا انا براعي ان انا بشتغل باستخدام الادة والميزان افقيا تمام وببتدي احط حاجة اسمها دليل الخيط ما بين النصية الاولى والنصية التانية تمام طبعا احنا بالنسبة لنا اللي احنا بنرصه ده نمازج اللي هي دي نموذج للقالب بحيث ان هو يديني الشكل بتاع يعني ما يوازي شكل القالب الحقيقي اللي هو بنقول طوله 25 سنتي في عرضه 12 سنتي في ارتفاعه 6 سنتي اللي هو سمك القالب نفسه تمام طيب كده احنا ابتدينا الرص بنكمل بقية رص الاديات في الخلفية بتاعت ظهر التمرين احنا طبعا وجهة التمرين اللي هي الامامية اللي من هنا لو انا ببص كده شايف الخمس اوالب او الخمس شنويات تمام يبقى انا بالنسبة لي كده الموضوع ايه سهل في عملية الرص طيب يبقى احنا كده هنكمل بقية الرص بتاع الاوالب قدام كل شنوي هيكون فيه عندي اه اصبح ان فيه عندي اه اتنين ادية بيمثلولي مقاس الظهر بالزبط لان انا عندي من الوجهة هيكون شنويات من الظهر هيكون اديات تمام كده الموضوع سهل بالنسبة لنا شباب ولازم انو انا برص اراعي ان انا يكون عندي المأساة اللحمات بتاعتي متساوية بقيمة واحد سنتي بالزبط كده انا بستكمل بقية ضهر التمرين اللي هو هيكون كله اديات يبقى انا اصبحت كده خلصت المدماك الاول هنزبط بس الرصة بتاعتنا تمام وكده بالنسبة لي شكل المدماك الاول اللي هو هنبص كده على الرسم ونراجع مع بعض هنلاقي ان هو موجود على الرسم بالنسبة لك هيكون المدماك الاول شنويات تمام والمدماك التالي له اديات مع ان انا براعي ان هيكون عندي كنيزر بعد كل ادية ترويسة يبقى احنا كده خلاص خلصنا المدماك الاول كراس المدماك التاني هيكون بقى اديات من على الوجهة من على الوجهة بس هراعي ان بعد كل ادية ترويسة هيكون في واحد كنيزر تمام كده طيب كده احنا هنكمل البداية بالنسبة لعملية التركيب لو انا هبدأ بدء العمل في المدماك الاول وعمل العلام يبقى انا هراعي ان انا هقول قياس طول التمرين بالمتر جيدا ثم تركيب الترويسة من الجهتين والضبط بينهم افقيا بميزان المياه والقدة طبعا انا ممكن ان انا ابتدي من على الوجهة بدل شنويات هبتدي اديات او العكس ايا كان ممكن ابتدي من المدماك الاول اديات او المدماك الثاني شنويات شنويات هبقى هي ايه طب يبقى احنا كده خلصنا بداية المدماك الاول يتم بناء المدماك الثاني بعمل الترويسة من الجهتين والضبط بالقدة والميزان ثم نضع الخيط البناوي بين الترويستين انا هنا لازم اراعي ان انا لما هاجه اشتغل في المدماك التاني هبتدي ان انا احط من العلوجهة طالما انا بادئ اديات تحت في الاسفل هبتدي من العلوجهة هبتدي احط اللي هو الشنويات بابتدي اروس من عناصية اه الشنوي الاول تمام والجهة الاخرى برضو الشنوي التاني اللي هو الترويسة التانية وهراعي ان في عملية الربط هيكون كل قدام شنوي اتنين ادية من الظهر من الخلفية زي ما احنا شرحنا على وضع الاوالب حاليا دلوقتي قلنا لك ان في الخلف بالنسبة للشنويات في الظهر بحط ما يعادل طول الشنوي بالزبط طيب ايه اللي هيعادل طول الشنوي اللي هيعادله اللي هو اتنين ادية لان احنا لو قلنا ان الشنوي طوله خمسة وعشرين سنتي تمام طيب هنبص كده للاديتين الاديتين اتناشر واثناشر اربعة وعشرين اربعة واتخلى لهم لحم عرموز سنتي يبقى كده خمسة وعشرين يبقى فعلا الاديتين في خلفية الظهر بالنسبة للشنوي بيمثلولي بالزبط اه مقاس او نفس بعد الشنوي طبعا بحط ميزان المية مع استخدام الادة ما بين الطرفين عشان اصبط الافقية بتاعتي بالزبط يعني انا بالنسبة لي الادة بتقدر تزبط لتوصل لي ما بين الافقي بتاع الاوالب اللي في الجهة اليمنى وما بين اه الافقي بالاوالب اللي في الجهة اليسرى يبقى انا كده بحط الادة وبحط الميزان وما بتدي لازم اتأكد ان الفقاعة بتاعتي في الوسط بالزبط ما بين الخطين في الميزان في الوسط بالزبط ما بين الخطين كده اصبح بالنسبة لي اقدر ان انا اتأكد من عملية ضبط الافقي. طيب بعد كده بيقولي ان يتم بناء المدميك الاخرى مع الضبط رأسيا بميزان الخير. نفس اللي احنا طريقة الخطوات في تكملة البناء اللي اشتغلناها في المدمج الاول برضو في التمرين التاني اللي هو حقق مستقيم سمك قالب برضو هنكملها في نفس اللي هو حقق مستقيم سمك قالب ونصف. هنبص الابعاد بتاعتنا في انتهاء التمرين. هنلاقي ان الطول مية تسعة وعشرين سنتي اللي هو خمس اوالب. هنعدهم بالزبط هتلاقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. طبعا دي حسبناها في المواصفات. يبقى احنا كده في النهاية بتأكد بعمل عملية تحقق عشان اتأكد ان المقاسات بتاعتي مزبوطة. طيب كذلك هنا اللي هو السمك بتاعي اللي هو تمانية وتلاتين سنتي اللي هو قالب ونص. سمك قالب ونص. قلنا بقيس في في نهاية التمرين. بلاقي فعلا ان السمك عندي مسافة قالب ونص بالمتر. طيب الارتفاع بتاعي ده مهم جدا. عشان انا لو فيه اي خلل في طبقات المونة بتاعة لحام المرقد هتظهر معايا في الارتفاع. يبقى انا كده لما هراجع اتنين واربعين سنتي. يبقى انا عندي فعلا ست مدميك. من اول من ماك الاول. التاني. التالت. الرابع. الخامس. السادس. وقلنا ان الارتفاع المدميك بيكون مقداره اه سبعة سنتي. لانه هو مقداره مساويا لسمك القالب مضافا اليه سمك طبقة المونة التي اسفله. يبقى انا كده عملية التحقق اللي انا عملتها دي. بالزبط قدرت من خلالها اقدر ان انا اتحقق من المقاسات بتاعتي مزبوطة. تمام كده يا شباب? طيب. يبقى احنا اه لما هنيجي نتكلم ونقول ان المقاسات بتاعتي. كده كده بالنسبة لي باقدر ان انا بس احدد شكل الفيديو عشان اقدر ان انا اقس لك اه المقاس بتاعي بالزبط. هنحدد بس مع بعض. نرجع تاني للشارح هنشوف بقى خطوات فرد المونة. ونبص مع بعض كده هو بيفرد المونة ازاي? طبعا كده بالنسبة لي هو شغال بيفرد عن طريق الاداة بلاستيكية. الاداة البلاستيكية دي بديلة للاسياخ اللي هي بتحدد لي سمك الحام المرقد اللي هو ده كده سمك الحام المرقد هو بينقلها الاداة البلاستيكية وبيبتدي يفرد على هذه الاداة سمك سنتي بالزبط. وبرضه بيفرد لحام العرموس على هذه الاداة بحيث ان ايه? تديني الشكل بالزبط زي ما انا اقدر ان انا حدد سمك اللحام عشان ما اقدرش يعني ما يصعبش علي عملية طبعا في الاخر خالص بينظف الاداة بتاعته دي اللي هي بتمثلي الاسياخ اللي احنا بنشتغلها بيها اللي هي سمك سنتي في سنتي هي برضو الاداة البلاستيكية سمك سنتي بالزبط طبعا بابتدي ان انا من خلالها هبتدي بقى شرح التمرين التمرين بالنسبة لنا بعمل العلام بقياس المتر قد المتر اهو شايف كده المتر انا عند الطول مية تسعة وعشرين سنتي تمام برضو السمك بالنسبة لي تمانية وتلاتين سنتي لهو سمك قلب ونص كده انا اصبحت ان انا ادرت ان انا حدد العلام على ارضية الموقع خلاص بشيل العلام او بشيل المتر يعني وبعلم المكان بالزبط كده دي بيوضح لي الارضية بتاعة موقع العمل بحيس ان انا هبتدي اخد بالاسياخ او بالاداة البلاستيكية هبتدي اخد طبقة المونة اللي هي بالزبط مقدارها سنتي وابتدي افرد طبقة المونة بالزبط بمقدار السنتي بحيس ان انا جهز لبناء المدمك الاول كده انا ايه اصبحت ان انا حطيت طبقة المونة سواء باستخدام الاسياخ الحديدية اللي هي قطاعها سنتي في سنتي او باستخدام الاداة البلاستيكية اللي احنا شفناها وتفرجنا عليها في الفيديو حاليا طيب هبتدي ان انا رص على المونة الاولب بتاعتي هاخد ايه بقى قالب الشناوي اللي هو الترويسة الاولى هيكون قالب شناوي تمام كده زي ما انا خدت كده قالب الشناوي في الترويسة النحية اليسار بالنسبة لي النحية اليمن برضه باخد آآ قالب مماثل قالب شناوي المماثل تمام وبيبقى ده بالنسبة لي ترويسة تانية تمام كده كده بالنسبة لي اصبح ان الموضوع كده سهل وضعنا الترويسة الاولى والتانية بادورة كده على الادة وميزان المية عشان نظبط ايه نظبط الأفقي بتاع أوليب الترويسة كده احنا بالنسبة لنا الوضع مظبوط بتأكد بس من ان فقاعة الهوى اللي داخل الميزان في الوسط بالزبط خلاص كده انا خلاص بكمل بالنسبة لي السمك الباقي كده وبيوضح لي ان انا قدام الشناوي بحط أديتين وبيوضح لي ان ده بالنسبة لي ده كده الشناوي هبتدي ان انا اكمل باقي السمك عشان يبقى اصبح بالنسبة لي البعد جاهز لعملية بناء المدمك الاول كده انا عندي طول عندي المفروض ان هو خمس شناويات تمام هو خد كده الشناوي التالت لان احنا واخدين قالب في الترويسة الاولى وقالب في الترويسة التانية يبقى اتنين يبقى هو بيكمل لي عملية البناء بيوضح لي كده ان المفروض ان فيه خيط طبعا انا بشد الخيط ما بين اوليب الترويسة الاولى والتانية طيب يبقى انا هكمل كده وراعي ان يكون في عندي لحام صنطي او بص لحام الصنط اوه لحام الصنطي كده بالنسبة لي بالزبط بيسيب مسافة لحام صنطي اللي هو لحام العرموس او اللحام الرأسي احنا بنطلق مصطلح على اللحام الرأسي بنقول عليه لحام العرموس تمام طيب بكمل بقفل بقية المدميك من على الوجهة بقية الاوالب من على الوجهة اصبح ان انا عندي فعلا طول المدمك الاول خمس قوالب بالزبط يتخلى لهم اربع لحامات اللي هي لحام العرموس باربعة صنطي كل لحام صنطي يبقى انا عندي الطول بتاعي كده مصبوط خمس اوالب بمية تسعة وعشرين صنطي طيب هكمل بقى السمك بقى اللي في الظهر زي ما احنا شرحنا برص الاوالب احنا شرحنا من شوية رص الاوالب وقلنا قدام امام كل شناوي بيتم وضع اتنين ادية اوه كده حط الادية الاولى تمام كده هبتدي ان انا بالنسبة لي اعمل حسابي برضو الجهة الاخرى هبقى انا اعمل حسابي نفس الحكاية زي ما انا حطيت ادية في النصية هحط ادية في النصية المقابلة لها تمام اعود نفسي ان انا دايما باظبط الترويس دي مهمة جدا بنتلق لفظ ترويسها دايما على الآلب الموضوع في نصية الحائط دايما المصطلحات بتاعتنا على طوب بنستخدمها باستمرار فلازم ان نكون حفظينها لان ده مهمة جدا تمام طيب كده احنا بالنسبة لنا ببتدي ان انا اه اتابع عملية اه البناء خلاص انا كده زبطت السمك بتاعي بسمك قلب ونص هبتدي ان انا بص كده لشكل المدمك الاول وقلنا ان امام كل شناوي هيكون في عندي بالنسبة لي اتنين ادية يبقى انا هرس في الظهر هم خمسة هرس في الظهر كم ادية هرس عشر اديات هو كده احنا ببتدينا وضعنا ادية في الاول وادية في الاخر يبقى انا عندي اديتين من العشرة طبعا هو انا بالنسبة لي بيعرفني ان انا همشي رص الاديات بنفس التتابع كده انا هحط الاديا التانية اللي يعتبر التالتة من ضمن العشر شنويات كده الاديا الرابعة يبقى انا فاضلي من العشرة ست اديات بالزبط تمام كده يبقى انا عندي الست اديات دول لازم بنفس خطوات الرص اللي احنا اشتغلناها كده تمام هبتدي اكمل الاديا الخمسة تمام يبقى انا فاضلي كام تمام ودي الاديا السادسة هراعي برضو ان انا فيه عندي لحم عرموس لازم ازبط اللحم بالزبط بصورة واضحة بحيث ان انا عندي مقاسات اللحمات بالتتابع لازم ان تكون مزبوطة واحد سنتيمة ما تزيدش ولا تقل تمام كده احنا بنستكمل اديات المدمك الاول في ظهر التمرين لان انا عندي الواجهة شنويات اللي احنا بنروس ده من ظهر التمرين تمام كده طيب كده انا بالنسبة لي بكمل الاديا التمنة وبازبط هو دلوقتي عايز بيزبط لي بالزبط اللي هو ايه الصنطي اللي هو بالنسبة لي بيمس لحام العرموس طبعا لابد ان انا لو انا يعني ازبط من النصية بحيث ان انا لما جابني يبقى انا عندي الدنيا مزبوطة هعمل حساب لحام الصنطي وهزبطه بحيث يبقى انا امام كل اه شناوي اتنين اديا فاضلي كده اديتين بس تمام في عملية الرص بتاعتي يبقى انا استكملت المدمك الاول اللي احنا خدناه ورصينا اوالبه من شوية عشان يبقى الموضوع واضح بالنسبة لنا كده الموضوع سهل جدا تمام هستكمل فاضلي اديا واحدة بس في الوسط تمام ويبقى انا اصبحت كده المدمك الاول انتهيت منه خالص كده بالنسبة لي المدمك الاول اصبح ان انا انتهيت من رص المدمك الاول من على الوضع فيه عندي خمس شنويات اه في الظهر فيه عندي اه عشر اديات بيمثلولي اه طول اللي هو مية تسعة وعشرين سنتي مع وجود طبعا اللحمات بالنسبة لي طبعا انا دلوقتي بعمل عملية مل للعرميس باستخدام طبعا المصطرين احنا بديجي من الاخر خالص وبنستخدم المصطرين في مل العرميس اللي هي اللحمات الرأسية طبعا احنا بنتلق لفظ العرموس على اي لحم رأسي بقفل كده معايا بالمصطرين وبعمل عملية حشو جيد اللي هو كان في في الفيديو اتفرجنا عليه كان بيعمل بيستعيد عنه بالاداة البلاستيكية على القالب قبل البناء ممكن ان انا بعد البناء باستخدم المصطرين وبعمل عملية حشو للمونة للعرميس بالنسبة لي خيب هبتدى ابني المدماك الثاني يبقى انا بجهز طبقة المونة باستخدام اللي عندنا طبعا قلنا الاسياخ الحديدية اللي هي قدر صنطي في صنطي عشان تديني السمك مزبوط او الاداة البلاستيكية اللي احنا شفناها وتفرجنا عليها في الفيديو طيب كده احنا خلصنا فرد المونة للمدماك الثاني هنبتدى نشتغل بقى المدماك الثاني هنرص الاديات هنبتدى نشتغل بطريقة لأديات لان انا في المدماك الاول ولا اشغلش النويات فطريقة الانجليزية بتقول لي ان اذا كان المدماك الاول شنويات هيكون المدماك التالي له او التاني له اديات ببتدي امسك الاديا من الناصية وابتدي ازبطها بالضبط على سطح المونة اللي انا فردها بالاسياخ تمام زي ما انا عملت اديا الترويسة في الجهة اليسرى بحب اعمل اديا الترويسة في الجهة اليمين نحية اليمين تمام كده مظبوط هدور بقى ايه هدور على الادة ومزان المية هجيب الادة كده من ضمن الادوات بتاعتي وابتدي ان انا حط الادة ومزان المية وبزبط اتأكد من افقية الادة ومزان المية ان الفقاعة تكون في الوسط بالزبط خلاص انا اتأكدت بشيل الادة ومزان المية وببتدي ان انا ايه استكمل بناء المدماج الثاني احنا كده شغالين في المدماج الثاني طالما حطيت الادة الترويسة في الاول بحط كنيزر لازم ان انا دايما الطريقة الانجليزية بيقول لي مع مراعاة وضع كنيزر بعد كل ادية ترويسة يبقى المكان بتاع الكنيزر اللي هو الربع القالب بعد ادي الترويسة والهدف طبعا اليمين زي الشمال بالزبط في الرص حطيت في الترويسة الشمال اليسرى بالنسبة لي كنيزر الترويسة اليمين بحط كنيزر نفس الحكاية والهدف من الكنيزر زي شباب زي ما شرحنا قبل كده انه هو ايجاد مسافة الطاية والعمل على ربط القوالب مع بعضها لان مسافة الطاية هي اللي بتزبط لعملية الربط طيب الناحية التانية اللي هو خلفية التمرين زي ما قلنا الشناوي بحطه قدامه اديتيل لانه هو المسافة المماثلة يبقى الاديا والكنيزر بحطه قدامها تلك تربع لانه فعليا هي المسافة المماثلة برضو يعني من الجهة اليمين زي الجهة الشمال تمام واصبح بالنسبة لي كده السمك بتاعي مظبوط من على الوجهة ومن الخلف كده انا عندي سمك المدماك التاني بالزبط لو انا بصيت من نحية الجانبية هنا كده هبصة لقيه عندي قالب ونص اللي هو ثمانية وثلاثين سنتي طبعا هو هنا هرص هستكمل بقى الاديات تمام وبيوضح لك ان اهم حاجة عندي ان انا تأكد من الوجهة ان انا عملت عملية استكمال للاديات جميل جدا طيب زي ما احنا تعلمنا ان انا عندي اه عشر اه خمس شنويات ترويسة مع الكنزرات يبقى انا عندي سبعة في الوسط من العشرة هبتدى رص سبع اديات في الوسط زي ما احنا اشتغلنا في اللي هو الحقق تصوم كالب نفس الحكاية كان طوله خمس اوالب وفوق في المدمك التاني عشر شنويات يبقى انا عندي هستكمل الاوالب اللي في الوسط تمام كلام دوت براعي انه من خلال ضبط الخيط في استقامة الخيط كده انا عندي الوجهة فاضلي قالب واحد بس يبقى انا استكملت العشر شنويات بالنسبة لي تمام كده طيب كده انا اصبحت من اللي على الوجهة واضح قوي كده ان انا المدمك الاول شنويات المدمك التاني له اديات برضو زي الطريقة ما بتقولي مع مراعات واضح كنيزر بعد كل ادي الترويسة يبقى احنا كده ماشيين تبعا للطريقة الانجليزية زي ما انت تعلمت بالزبط طيب يبقى انا هستكمل بقى من على الضه الايه المسافات زي ما قلنا الشنوي امامه اديتين يبقى الاديتين امامهم شنوي هي هي يعني انا بحط نفس المسافات المتساوية عشان اقدر ان انا اساوي اللي حمات مع بعض وازبط الظهر بالنسبة لي كده احنا بالنسبة لنا بستكمل بناء المدمك الثاني تمام وبحط على الظهر الاتنين اديا امامهم واحد شنوي زي ما احنا شايفين كده وبيوضح لي الشكل بتاع التمرين من اعلى تمام وكيفية رص التمرين بالنسبة لي تمام طيب كده باخد فيه نص عندي زي ما قلنا الاديتين امامهم مشنوي يبقى الاديا الوحدة امامها قدامها بالزبط نصف ايه قالب يبقى انا باخد النص قالب وببتدي ان انا استكمل بقية المدماج الثاني من خلال ظهر التمرين طيب كده احنا خلصنا المدماج الاول والمدماج التاني له المدماج الاول زي ما قلنا كده وشايفين معنا داش النويات المدماج التاني له اديات مع مرعاة وضع كنيزر بعد كل ادي الترويسة جميل جدا لو احنا هنشتغل نستكمل بقى بقية المدماج الفردي زي بعض يبقى انا عندي التالت هيكون مماثل الاول بالزبط يبقى انا عندي كده لما هاج اشتغل هلاقي ان انا عندي المدماج التالت اللي هو هشتغل في بنائه خلاص بطلع طبقة المونة بفردها زي ما قلنا باستخدام الاسياخ تمام طيب يبقى انا هاخد نفس شكل اوالب المدماج الاول اللي هي شنويات هبتدي اشتغل من خلالها بحيس ان انا هرص المدماج التالت اللي هو الفردي برضو هيكون زيه زي المدماج الاول اللي هو جايب له الرصة كلها اللي احنا تعلمنا نرصها في اول التمرين في المدماج الاول رصناها شنويات من على الوجه واديات من الخلف ده كده المدماج التالت كده احنا بنين الماك التالت الصف التالت خلاص انتهينا منه ببتدي برضو اتأكد باستخدام الادة وميزان المية بحيس ان انا اشوف السطح الافقي بالنسبة لي منضبط افقيا ولا لا برضو لازم الفقاعة تكون في الوسط بالزبط خلاص كده احنا خلصنا وتأكدنا من عملية الضبط هننهي البناء الست مدميك الزوجي قلنا المدميك زي المدميك الفردية زي بعض المدميك الزوجية اللي هي التاني زي الرابع يعني انا عندي الرابع اللي احنا بنناه كده مماثل للشكل بتاع المدماج الثاني بالزبط انا عندي كده بالنسبة لي خلاص يبقى الخامس زي برضو الاول والتالت اللي هو الفرد زي بعض ده احنا عملنا الخامس تمام زي الاول والتالت يبقى اول وتالت وخامس اخر مدماج بالنسبة لي عشان بنهي بالتمرين هيكون المدماج السادس وطبعا ده مدماج في العدد عدد زوجي يبقى مماثل للرابع مماثل للتاني والرابع يعني انا عندي المدميك الفردية زي بعض المدميك الزوجية زي بعض تمام بابدور على الصف اللي هو التاني اللي هو هيكون اديات تاني والرابع زي بعض وبابتدي ابص كده الشكل هم خمس مدميك فاضل للسادس بس بالنسبة لي يبقى هيكون نفس شكل الاديات بالزبط تمام باخد الشكل بتاع الاديات وبابتدي ابنيها في الصف السادس اللي هو بنسميه المدماج السادس تمام بحيث ان انا يكون عندي الشكل منتهي خالص اصبح ان الموضوع بالنسبة لي سهل جدا وما فيوش اي صعوبة تمام كده المدماج اللي هو الخامس هو بيحدد لي بس الايه الشكل وبعد كده هاخد شكل مماثل للمدماج اللي هو السادس اللي هو يكون اديات تمام ودي كده بالنسبة لي الشكل اصبح ان ايه منتهي بالنسبة لي اديات اهو كده عندي ارتفاع ست مدماج بالزبط بيكون بارتفاع اتنين واربعين سنتي هو كده بيوضح لشكل الشكل المتمرين اللي هو بارتفاع ست مدماج او اتنين واربعين سنتي اخر اخر حاجة بالنسبة لي ببتدي اه ان انا ازبط التمرين من اعلى السطح الافقي بالزبط وتأكد كده احنا طيب يبقى احنا كده بننتهي بعملية الضبط الرأسي بميزان الخيط احنا اليوم شرحنا وكلمنا عن الحق المستقيم سمك خالب ويعني وضحنا عملية الرسم ازاي ان انا اتبع الرسم بأصول واستكملنا بقية شرح المخرج الاول اللي هو الحقوق المستقيمة وشرحنا الحقوق المستقيم سمك خالب ونص ونهيناه لغاية لما خدنا اخر حاجة في ارتفاع التمرين بالكامل المدماك السادس وقلنا المدميك نفكر مع بعض ان المدميك الفردية متشابهة زي بعض بالزبط المدميك الزوجية متشابهة زي بعض بالزبط يعني عندي الواحد واثنين واحد وثلاثة وخمسة وسبعة زي بعض اتنين واربعة وستة وثمانية زي بعض نفس الحكاية طيب اخر حاجة يعني بنوه عليها وبنأكد عليها ان انت لما بتنهي التمرين بالنسبة لك لازم ان انا استخدم ضبط الرأس يتأكد منه باستخدام ميزان الخيط ولازم ان انا استخدم قياسات بتاعتي عشان اتأكد ان عملية الضبط مزبوط بالنسبة لي طبعا احنا ان شاء الله يعني في الحلقات القادمة بنستكمل شرح باقي مخرجات الوحدة والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته